مرض مش بيكتشف السيدة مش بتقول انا جاي عندي المرض دوت هي بتيجي بالاعراض اللي هي زي الالام في الحوض اشهر حاجتين دايما حتى لما بتيجي تغرف اي حاجة جا تكسبوكس او تغرف حاجة هم حاجتين اللي مشهورين جدا بالنسبة له يما السيدة بتعاني من الام شديدة في الحوض يما السيدة بتعاني من تأخر في الحاملة دولة اكتر سببين طبعا في حاجات تانية كتير جدا لان مرض الاندومتريوزز البطانة المهاجرة مش بيتزرع بس في المي بيض هو ممكن يتزرع في الحوض برضو في الغشاء البريتوني نفسه ونلاقي نفس في بعض الاحيان التجمعات الدموية دي بتكون موجودة داخل الغشاء البريتوني حوالين قنوات فلوب وبالتالي لو بدأت تبقى موجودة حوالين قنوات فلوب هتستجيب برضو للهرمونات اللي موجودة في الجسم وتفرز المواد اللي هي زي الدم والحاجات اللي موجودة وده بتثير الغشاء البريتوني فبالتالي يتكون التساقات والالتساقات دي بتؤدي الى عدم حدوث الحمل احنا قسمنا الاندومتريوزز لاربعة جريدز جريد 1 و 2 و 3 و 4 اصعبهم طبعا هو النمر 4 اللي هو تقريبا الحوض بيبقى موجودة عليها فروزن فلوبس او الحوض بيكون كله التساقات بيبقى صعب جدا حدوث الحمل معه وطبعا علاجه بيكون علاج جراحي لازم جراحها دقيقة او لو احنا عايزين ان يحصل حمل طبعا او اما تعمل اطفال النبيب او حقن مجهري طيب لو هي ما بتشتكي يعني في بعض الاحيان طبعا لما بتشتكي بألام الحوض احنا لازم نعرف ان ألام الحوض الشديدة مش بس شبابها سببها حاجات امراض نيسة لان هي مش هتبقى بتعاني بس من أمراض من ألام الحوض في وقت الدورة هي بتعاني منها في وقت الدورة فبعد الدورة ما بتخلص بتعاني منها قبل الدورة ما بتيجي فتبقى تقريبا طول الشهر بتعاني من الألام دي يحصل وقت العلاقة الزوجية الالام دي بتبقى شديدة جدا في بعض الاحيان الاندومتريوتك ديت اللي هي موجودة دي ممكن تتزرع في القولون نفسه يعني وشفنا حالات انا انا بنفسي هضرت حالة من الحالات وصل الاندومتريوزيز فيها ان هو وصل ان يحصل انسداد في الامعاء لان الاندومتريوزيز كان شديد لدرجة ان عمل انسداد في الامعاء لدرجة ان احنا ساعة ما المريضة دي دخلت العمليات كل الناس كانت فاكرة ان ديت اورام خبيسة او حاجة وبعد كده بعد ما استقصلنا جزء من الامعاء اكتشفنا ان هي ده مرض الاندومتريوزيز اه فانا بقول ان هو بيجي في صور متعددة فبعد الاحيان بنلاقي مرض الاندومتريوزيز برضو موجود في حاجة لطيفة جدا بنشوفها في السكارز بتاعت السيزاريان يعني جرح بتاع قيصرية بتلاقي فيه لون احمر وبعدين عيانا بتيجي بتقول حاجة لطيفة جدا بتقول انا الاقي اللون الاحمر ده وان بيبقى موجود وقت الدورة او بعد الدورة ما تخلص بيروح تاني بيختفي تاني ان هو نفس نفس البطنة المهاجرة اللي موجودة او الخلايا ديت بتستجيب للهرمونات اللي موجودة في الجسم فبالتالي بيحصل لها نفس التغيرات اللي بتحصل لبطنة الرحم وقت الدورة فبتلاقيها بتحمر وقت الدورة وبتختفي بعد كده فدي اتعلامة من وجود الاندومتريوز بعض الاحيان بتبقى موجودة حوالين الصر يعني لقين اماكن كتيرة جدا موجودة لكن اشهرها هو اللي بيبقى موجود على في الحوض وطبعا بتبقى موجودة داخل المبيض ودية ساعتها بتعمل اللي هو ازاي بنقدر نشخص دية بنشخص عن طريقة اما عن طريق السونار السونار دوت بيوضحها بطريقة جيدة جدا بنلاقي عبارة عن كيس على المبيض الكيس اللي على المبيض دوت شكله مختلف عن بقية الطبيعة بتاعت المبيض وما هواش كيس وظيفي المهمة جدا ان احنا نفرق الموضوع ده واتلان ده لو كيس وظيفي اولا كيس الوظيفي مش هيفضل موجود على طول كيس الوظيفي بيجي وبعدين بيختفي مع الوقت وبيختفي الواحده في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان التانية مش بيختفي الواحده بنضطر ان احنا نديله هرمونات زي البروجسترون بس يعني في الاخر خالص عمره ما بيفضل موجود لأكتر من الفترة بتاعته لكن كيس الاندومتريوز او الكيس الدموي ده بيفضل موجود على طول بيسبب الام شديدة بنقدر نعرفه بنعمل حاجة اسمها CE125 CE125 بنلاقيه مرتفع ما بيقاش مرتفع قوي زي امراض السرطان طبعا ولا حاجة لكن بنلاقيه مرتفع لدرجة ان هو ممكن يتلغبط مع الامراض السرطانية في بعض الاحيان احنا معنا اتصال تليفوني ام تامير تفضلي احنا معنا اتصال تليفوني اهلو ايه افن سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته ايه سلام عليكم سلام ورحمة الله والنبي وطي التليفزيون والكلمة التليفون لو سمحت بنتي متجهوزة بقالها سبع شهور ايوه ودورة بتجيلها مرتين في الشهر كويس عندها كم سنة وبيجيلها بتعب شديد وقال لها تعب من تحت وراح اتكسفت عند الدكتور قال لها ارتعبات ودها عليك وراح اتكسفت عند الدكتور قال لها ارتعبات ودها عليك واللي حد دلوقتي ما حملتش وليسه مكلماني وبتقول لها ارتعبات رجالتي تاني هي عندها كم سنة يا فن عندها 25 سنة ومتجوزة بقال لها دي دلوقتي بقال لها سبع شهور بقال لها سبع شهور طيب انا هقوله على كل حاجة حالا حاضر طيب هو دلوقتي طبعا هي دي كلاسيكا اللي بيحصل عندنا لسه كنا في حديث الموضوع دوت يعني امبارح بنتكلم على القصة الناس ما بقاش عندها صبر قوي في الموضوع الحامل ده اللي هي البيير براشر اللي بيوجوده يعني اللي مثلا الست بتتجوز بيحصل من اول شهر او تاني شهر يبدأ الاهل يسألو هي حصل دورة اخرت مفيش حامل ليه الطبيعة الناس في الشارق دايما دايما بنتساهل على الاشياء دي الحاجة اللي انا عايز افاهمها ان نسبة حدوث الحامل ودي دايما بنكررها كل مرة وياريت الناس تبقى فاهمة الموضوع دوت ان نسبة حدوث الحامل كل شهر لا تتعدى العشرة 15% يعني لو الزوجة سليمة والزوج سليم 100% النسبة هي 10-15% ممكن تصل 20% ده ده الماكسيمم فبالتالي يعني اول شهر لو من كل ميت ست تجوزوا اول شهر يحصل الحامل بس في 15 ست سيدة الشهر اللي بعدينه 15 سيدة تانين من المتبقي فبالتالي احنا بتقول لابد ان يعدي سنة بحالها علشان خطر نقدر نقول زي ان ده تأخر في الحامل فبعد السنة دي هيبقى في 85% من السيدات حصل لهم حامل هيتبقى 15% دولات هما اللي محتاجين نوع من انواع المتابعة ولو ان احنا دلوقتي بقى اننا بنعمل حاجة ظريفة او ان احنا قبل السيدة ما بتتزوج بنخليها تيجي تعمل فحصات كلها والزوج بيجي طبعا يعمل الفحص السائل المنوي ونشوف اذا كان فيه علاقة ارابة ولا لا اما بينهم بحيث ان احنا فيه حاجات ممكن تلافيها في الزيارات البادري ديت يعني زي مثلا سيدة مثلا بناختشف عندها من مرض السكر او عندها ارتفاع في الضغط او عندها مشاكل وراسية بينها وبين الزوج لو هم قريب حاجات دي كلها بنقدر ان احنا نتفاديها من بدري وبنخلي الزوج يعمل تحديث سليمان بحيث ان احنا في الاخر خلص برضو نشوف هل يعني كتير قوي من السيدات او البنات دلوقتي ابنوا يتجوزوا بيجوا يسألوا هل نستعمل وسيلة منع الحمل ولا لا انا شايف ان بنقولهم دايما ان لو في السن الزغير ومفيش مشاكل عندها او عند الزوج مفيش منع ان هتستخدم وسائل منع الحمل لفترة ولنية لحد ما العلاقة بينهم تبقى جيدة يعني فبندلها وسائل منع الحمل وبندلها الاستشارات دي كلها لكن في الاخر خالص بنديلها الثقافة بتاعت ان الحمل مش هيحصل اول ما بتسيب وسيلة منع الحمل بنقولها ان ممكن ان يتأخر شوية شهر شهرين لحد سنة لو ما حصلش بنبدأ نعمل بقى التحليل اللي هي الاكتر شوية بتتمثل في ايه بتتمثل في الاشعاء اللي بالسبغة الزوج يعمل تحليل سائل منوي وبالتالي نشوف ايه سبب تأخر الحمل ده اما بالنسبة للألام اللي بتجي لها اسناء الدورة فبتاخد لها مسكنات لو طلع ان هو ما هواش مرض زي الاندومتريوز اللي احنا بتكلم عليه احنا معنا اتصال هالة هالة اتفضاليا هالة صباح الخير صباح النور ازاي حضرتك يا دكتور ازايك يا هالة الحمد لله تمام اه بص دكتور انا فاطمة ابني بقى لي تسع شهور ايه تمام وبعد الفطام اه خدت برشام عشان اللبن كده لان اللبن ما كانش كان موجود يعني ما كانش عايز يروح اوكي اه تمام فبعد كده بعد ما اللبن راحه كده اه فضل فيه اه سائل اصفر كده موجود لحد بالوقتي اجي اضغط كده شوية الاقي السائل ده فاقصي ده ده انا مش عارفة بصراحة يعني موضوع قلقين اه انتي اخدت ادوية عشان خاطر اه عشان خاطر تفطومي اه ابنك اه اخدت برشام لان اللبن سيبته فترة طويلة اوي اسبوعين في سبري ما كانش راضي ينشف لوحده انت بتدور عند حيك منتظمة او لا؟ او لا تمام الحمد لله اوكي انا هقولك على القصة دي طبعا طبعا احنا دايما بنقول ايه الطريق انك انت يتبطل بها الرضاة ان تمنع الرضاة على طول ده غالبا لوحده لان هرمون البرولاكتين ده بيستثار عن طريق لما بيحصل ساكلنج في الحلمة الطفل اللي بيعمل ساكلنج في الحلمة بيحصل استيميليشن الهرمون البرولاكتين اللي هو بيطلع وبالتالي بيفرز اللبن من الغدد اللبنية اللي موجودة في البرست لو احنا بطلنا لوحدنا هيوقف لكن هو اي سيدة حصل لها ولادة قبل كده هتيجي تعصر صدرها او حاجة هنزم انها نقطة بسيطة لكن هو مع الوقت هتأمل تحليل البرولاكتين لو بتحليل البرولاكتين واطي هو ده هيتوقف لوحده ما فيش داعي ان احنا نقلق من الموضوع ده لو في اي التهابات او في اي حاجة هتبقى بناخد لها مضادات حيوية لو الالتهابات هي المسببة الالام او اللبن المادة اللي حياتي بتقولي عليها ممكن تاخدي مضادات حيوية لو كان فيه التهاب هتمنع الالتهاب ده نرجع تاني لموضوع الحلقة بتاعتنا موضوع البطالة المهاجرة طيب حد يسألنا انتشار البطالة المهاجرة تقريبا قدي احنا نقول من خمسة لعشرة في المئة من السيدات عندهم بطالة المهاجرة بتظهر في انهي سن احنا دايما من الاربعينات الاربعينات اكتر في التلاتينات والاربعينات اقل في الاربعينات وطبعا بعد ما بتتوقف في الدورة مفروض ان هو مرض البرولز بيختفي لان بيستجيب للهرمونات اللي موجودة في المبيض فلو الهرمونات اختفت بالذات هرمون الاسترجن بطالة الرحم المهاجرة هتختفي دا يدينا فكرة بقى عن طريقة العلاج لان هي احنا بنقول هو هرمونال ديبندنت يعني هو معتمد على الهرمونات اللي بتفرز من الجسم طبعا انتوا عارفين مرض البطالة المهاجرة ده اكتشف من سنة 1920 يعني بقى قالوا قديم بقى قالوا تقريبا مئة سنة مكتشف كأنتي الوحدها فاتجربت فيه كل انواع العلاجات اللي ممكنها والى يومنا هذا مش عارفين السبب الرئيسي لحدوثه عارفين هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ان البطالة الرحم مش موجودة في اماكنها العادية لكن هي ليها تيوريز يعني لما يكون حاجة نظرية في الطب ليها تيوريز معناها ان نظريات كلها بتقول كل واحد بيقول النظرية بتاعته نظرية بتحتمل الصحة وتحتمل الخطأ يعني ايه سبب انه هو موجود بطالة مهاجرة بطالة الرحم موجودة في غير اماكنها ايه سببها بقى هو ده ايه السبب اللي بيخلي البطالة موجودة في غير اماكنها ما حدش عارف فيه ناس بتقول ريترو جريد منستوريشن اللي هي البطالة الرحم بدل ما بتخرج عن طريق عنق الرحم الى الخارج بتخرج عن طريق قنوات فلوف بتخش على الحوض لكن دوت برضو ما تدارش يتبين بعض الاماكن اللي موجودة فيها البطالة المهاجرة زي مسلا ممكن تكون موجودة عند السرى ممكن تكون موجودة في السكارس تقريبا حاجات كده معينة ما بتفصلهاش بتبقى موجودة برضو حتت شفناها موجودة في الرئة شفناها الدومتيريز موجودة في اماكن مختلفة دي ما بتفسرهاش لكن يعني دي من ضمن النظريات في نظرية بتقول إن هي بتطلع لوحدها في كذا مكان عند بعض السيدات في نظرية حاجة في الإيمينولوجيا أو في المناعة بتقول إن بعض الناس عرضة أكتر من الناس التانيين لكن في الآخر خالص إحنا اللي يهمنا كأطباء وكأن إحنا بنعالج السيدات إن إحنا نشوف الأعراض إيه وبنعالجها طيب إحنا معنا فاصل قصير ثم نعود بعد الفاصل أعزائي المشاهدين مرة أخرى مع برنامج العيادة وإحنا كنا نتكلم على مرض البطانة المهاجرة وتكلمنا على الأعراض بتاعته وإزاي بنقدر نحن نشخصه ومعنا بعض الصور هنبص عليه عشان نشرح بالتفصيل هو عبارة عن إيه مرض البطانة المهاجرة صور توضيحية كده نقدر نحن نبص فيها دوت الرحم ودية قناة فلوك ودية المبايد ودوت بقى الأهداف بتاعت قناة فلوك دية اللي هي نظرية الأولى اللي احنا بنقول عليها إن بينزل الدم بدلا بينزل عن طريق أنقر رحم بينزل من أهداف قناة فلوك فبالتالي يجي على الجزء الأزرق دوت اللي هو الجزء اللي هو الغشاء البريتوني ونلاقي إن تقع عليها الجزء الاندوميترام أو الخلايا اللي هي بتاعت بطانة الرحم بتبدل موجودة على الغشاء البريتوني اللي هو الجزء الموف ده اللي موجود على الأزرق فبتكون زي اندوميترام زي بطانة الرحم مهاجرة في غير مكانها الطبيعي اللي هو داخل التجويف الرحمي فبالتالي ديت بتبدل بنبدأ إن احنا نشوف إن بيحصل رياكشن معها بتبدأ إنها تفرز مواد كده موجودة المواد ديت بتخلي بطانة الرحم زي ما احنا شايفين إن هو تكون أكياس دموية الأكياس الدموية ديت ممكن لو كانت موجودة على المبيضين بتعمل اللي هي الشوكليت سيست أو الأكياس الدموية لو هي موجودة في المكان اللي على الغشاء البريتوني ممكن تعمل أدهيجنز وتعمل ليجنز تانية جنبيها يعني تعمل الخلية النفسها اللي موجودة تتخرج دمو وتتكاثر فبالتالي تنتشر إلى حواليه الجزء الأخضر دوت اللي هو البول أو اللي ممكن تبقى الأمعاء ممكن تبقى القولون عشان كده كتير جدا من السيدات اللي هما بيعانوا من المرض الاندومتريوز أو البطانة المهاجرة بتلاقي عندهم ألام شديدة وقت اللي ما بيخشوا يعملوا أحمام أو حاجة بيبقى فيها عندهم ألام شديدة وبالتالي بنعالجهم ان احنا بندلهم هرمونات تقلل من الألام ديات في بعض الأحيان لو تكون ماسزة أو تكون طبعا بيبقى شكلها شبه الشباية الأورام في بعض الأحيان بنضطر ان احنا نعمل استقصالها عن طريق الجراحة دي الأماكن المشهورة اللي بتظهر فيها مرض البطانة المهاجرة ده الرحم وده عنق الرحم في بعض الأحيان بتظهر على زي ما احنا شايفين قنوات فالوب بتبقى موجودة على بعض الأربطة اللي موجودة في الحوض وده طبعا بتسبب ألام شديدة وبنلاقي الألام الشديدة دي بتبقى موجودة بالذات وقت العلاقة الزوجية موجودة على قنوات فالوب زي ما احنا رسمين هنا هو طبعا السايت زي ما قلنا بسبب التيوريز اللي احنا قلناها بسبب جزء من البطانة المهاجرة بيخرج إلى الخارج فبالتالي زي ما احنا شايفين في الصورة الساهمين اللي فوق دولت بيخش يما على قنوات فالوب يما بيخش تحت والجزئين دولت هما اللي بيعملوا الالتصاقات لما بيسيروا الغشاء البريتوني فبالتالي بيتكون الالتصاقات حواليهم زي فيبروزوس فبيعمل الالتصاقات حوالين القنوات فالوب والالتصاقات اللي حوالين قنوات فالوب ديت بتمنع حدوث الحمل عشان كده زي ما احنا قلنا ان كتير جدا من السيدات دولت بيعانوا من التأخر في الحمل أو العق ولو جينا عملنا أشعب السابع هنلاقي فيه انسداد في قنوات فالوب دي الأماكن كده هنا دي صورة توضحية للأماكن اللي موجودة ديت اللي على اليمين الصفرة ديت اللي هي المبيض ودي قنوات فالوب بتلاقي على المبيض بنلاقي الأكياس الدموية ديت موجودة ونلاقي انها ممكن تبقى موجودة داخل الرحم نفسه داخل الرحم طب ما هو داخل الرحم مدال مكان الطبيعي لا هو داخل التجويف الرحم هو المكان الطبيعي لكن داخل الرحم خارجيا داخل المسل لييرز الموجودة بتبقى حاجة اسمها بنوع عليها أدنوميوزز وأدنوميوزز ديت بتخلي رحم سميك جدا وفي بعض الحين ممكن ان هو يشبه الأورام اللي فيها بنلاقي صعوبة في تحديد لازم طبيب جيد جدا انا شقدر ان هو يشخص لانه ممكن تعمل نفس الشكل بتاع الأورام اللي فيها ولكن هي في حياتها بطانة مهاجرة داخل جدار الرحم ديت الشكل اللي أنا جايب الصورة ديت مهمة قوي عشان نحن نقدر نشوف العلاقة اللي ما بين الرحم وما بين القولون موجود عندنا اللي هو على الشمال اللي هو جزء اللي لو لقينا ان احنا فيه نقطة حمر على الشمال ديت اللي هي موجودة من الرحم فديت بالتالي ديت موجودة قريبة جدا من القولون فبعد بعض الأحيان الاندومتروز يكون موجود في المكان دوت يسير بأعلام شديدة أعلام شديدة ديت بنلاقي ان بتسبب امساك شديد أو اسال شديد بعض الأحيان وبسبب الترباط معاوية جمدة جدا وأعلام شديدة وكذلك في بعض الأحيان ممكن الاندومتروز تبقى في الأمام الجزء الأمامي اللي هو اللي على اليمين دوت دوت الاندومتروز لما تكون موجودة على المسانة برضو نفس القصة بنلاقي أعلام شديدة وقت الـ لما بنجي نخرج بول وأعلام شديدة وقت ما بتخرج براز ففي الحالتين دولت لابد من علاج الاندومتروز وهنتطرق لموضوع العلاجات دلوقتي بعد ما نبص على بقية الصور ده شكل مهم جدا للاتساقات اللي أنا كنت بكلمك وعليها لما بيتكون مرض الاندومتروز ممكن يبقى فيه التساقات كتيرة جدا حوالين الرحم والاتساقات الشديدة ديت بيرحتاج أن احنا نعالجها عن طريق أن احنا بنعمل منذار المنذار دوت بنقدر أن احنا نفك بيه التساقات ديت بنقدر أن احنا نرجع الرحم وقنوات فالوب إلى حالتهم الطبيعية فبالتالي ممكن بعد كدوات أن يحصل حمر بصورة طبيعية لو هي اتفكت بطريقة جيدة طبعا لو كانت شديدة جدا وجريت فور وصعب جدا أن احنا نفكها بنلجأ إلى موضوع أطفال اللي أنا بيبقى والحاق للمجارية وده برضو هنتطلق له بعد شوية لما احنا كنا بنتكلم كنا بنقول إزاي نقدر نشخصها ده شكل واضح جدا بالنسبة للتشخيص ده عبارة عن بطانة رحم مهاجرة داخل المبيض ديت موجودة الاندومتريومة اللي هو السائل الدموي اللي موجود داخل المبيض فبالتالي بيبقى ده الشكل اللي موجود بتاعه ويبقى من السهل جدا أن احنا نتشخيصها وأن احنا نفرقها عن الأكياس أنواع الأكياس الأخرى زي الأكياس الوظيفية أو ممكن يبقى في بعض الأورام في صورة أكياس لكن ديت مرض الاندومتريومة بيبقى من الواضح جدا ومن السهل تشخيصه طبعا الصورة ديت بتطرقنا إلى حاجة نحن لازم نقولها لو الموضوع دوت جالنا بنشوفها عن طريق المنظر بيبقى الشكل اللي قدامنا دوت لما احنا كنا قلنا بيتكون الدم وبيبضل يتجمع لحد ما يورلنا السائل البني اللي هو البني دوت بنوع لها شوكولت سيست أو كيس شوكولاتة اللي هو بنوصف بيه الشكل بتاع السائل اللازج اللي هو الدم اللي ما بيتجمع لفترة طويلة بيتحول إلى هذا السائل وبالتالي لابد من أن احنا يعمى بنشيل الكيس اللي هي الكيس الاندومتريوزز اللي موجود دوت أو بنفضيه يعني بالذات لو كان حجمه أكتر من ثلاثة صنوات إنه بسبب ألام شديدة وممكن طبعا لو هو انفجر يحصل إن هو يخرج منه السائل ده وتعمل التساقات حوالين قنوات فالوب طيب مهم جدا بقى هنا إن احنا دايما زمان كنا بنقول حاجة مهمة قوي الجولد ستاندرد بتاع التشخيص بتاع المرض الاندومتريوزز هو المنزار إزاي بنشخصه هنتكلم عن الوضع ده بعد ما ناخد اتصال من مونة تفضل يا مونة سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته معاش أخذ موقتك يا دكتور أمور يا فاني أسمح عزيزتك أنا من عشر سنين كنت حامل في أول تفليلية في الشهر الخامس لقيت مغز جامل جدا فافتكرته زي ده فالقيت كيس دهني فدخلت قلت عمليات فلقوا كيس دهني على المبيض فلقو تفي الشهر الخامس راح الدكتور تشايل الكيس الدهني بالمبيض شل جزء منه شل المبيض ولا شل جزء من المبيض لا شل الكيس الدهني كله كبير زي البيضة كذا حاجة زي البيضة وشل جزء من المبيض هوا حاجة كنت تشتكي من إيه لما روحتي يعني انا ما كنش بشكي من حاجة انا كنت عادي حملي ماشي طبيعي عادي مفوش حاجة بعد كده لقيت مغز جامد جدا زي مغز الزايدة ومش قدر حط رجل في الارض فدخلت كشفت وعملت استحليل وكله فهم فتحولي يشوفوا المغز زي من ايه وكنت حقيق حمل في قد ايه فكت في الشهر الخامس اول يوم في الخامس اوكي والهم يشالولي نص الجزء من المبيض وما قالوا ليش والحمل كامل كويس اه وبعد كده الحملي وولدت عادي طبيعي انا وكله كويس سنة تانية جيت عشان عايز احمل تاني فمفيش فبقالي دواتش عشر سنين اه محملتش فقالولي ده شعلي الجزء من المبيض فجيت عملت منزار عشان اشوف اله نحية الشمال احمل من المبيض التاني قالولي في عيب خلقي عيب خلقي مفيش يعني اله مفيه السيدات في قناة فلوب لا انا ما عاش وقالي في عيب خلقي ما بين الأنبوبة والمبيض اوكي فطبعا انا الدكتوري الاولاني برضو كنت عمنا منزار قبله ما قال ليش كده فالدكتوري التاني هو اللي قال لي كده مأكد لي اوكي فقالي تعملت في الأنابيض لسه عاملها مئين السنة فربنا ما كرمنيش فيها حيك عندي كم سنة دلوقتي انا ستة وثلاثين اوكي بس انا من كتر الكشف والدكترة انا تعدت ومليت فانا نفسي بجد ربنا يكرمني باختة او اخي الابني لا ان شاء الله اوه عن 12 سنة وخايفة برضوك عشان السنة بدأت بيكبر طيب الا انا هقول لحضرتك على كل حاجة هو طبعا الصورة اللي هي كلاسيك اللي بتحكيها ديت صورة لوجود كيس على المبيض ووقت الحمل هي وجود كيس على المبيض ووقت الحمل لا يستدعي ان احنا نشيله قوي الا لو سبب مشاكل زي اللي هو سببها وغالبا اللي حصلها الألام الشديدة اللي هي حسب بيها ديت بسبب ان ممكن لو فيه كيس على المبيض من الممكن يلف على نفسه ويحصل التواق فيه تورشن للسس دوت فبالتالي سبب ألام شديدة ولو ما تدخلوش أطباء جراحيا وقتها كان ممكن انه يحصل جانجرين داخل الكيس ويحصل لها مشاكل جمدة جدا فطبعا هو كان أسلم شيء اللي هي عملته اللي هو استقصال الكيس اللي كان موجود دوت مع الاحتفاظ طبعا بالحمل والحمل كان من الحمد لله وهي خلفت بعد كده بتقول هي ولدة طبيعي لكن هي في بعض الأحيان ممكن يكون اضطر الطبيب لو كان مثلا الكيس ده جانجرينس أو حاجة وكان المبيض لا يصلح اضطر الطبيب بعد حيانا هو يستقص المبيض لكن احنا دايما نقول ان المبيض التاني ممكن يبقى شغال وقناة فلوب شغالة وكل حاجة لكن لو هي بتقول انها عملت المنظار بعد كده وبعد كده المنظار مبين انه هو مفيش المبيض ده مش موجود وان المبيض التاني وقناة فلوب التانية موجودين لكن في مشاكل فيهم فبالتالي ما بيحصلش اتقاء للحياة الملوية مع البويضة لان القناة فلوب مش فانكشنينج او هي بيقوله العيب خلق مش متأكدين من الموضوع دوت لكن نقول انه هو مفيش التقاء ما بين الحياة المنوي والبويضة عشانقات القناة فلوب مزودة في الجوز ده طيب الحل ايه في الحالات اللي زي كده لو هي ممكن التدخل الجراحي ونحن نقدر نفتحها بنقدر نعمله لكن احنا دايما كأطباء لو احنا شفتوا احنا بنسألها دايما هي عندها كم سنة بقالها دي ما حصلش حامل القصص دي ليه؟ لان هي عندها دولة 36 سنة نسبة الحمل في الحال المجاري جيدة جدا لو السن تقدم مع تقدم العمر النسبة بتتناسب طرديا مع العمر فبالتالي احنا بنحاول دايما ان احنا نقولها ان تتجه يعني في الحالة اللي زي حالتها كده تتجه الاخصاب المساعد بيبقى افضل لان نسبة الحمل بعد كده ممكن انها تقل فهي عملت مرة حال المجاري مش معنى انها حملت مرة حال المجاري وما حصلش حامل ان في مشكلة لكن هي لازم بقى ايه نبدأ حال المجاري ما بتعملش ما بتعملش وخلاص احنا لازم نشوف ايه السبب ان ما حصلش حمل في الحال المجاري يعني لازم نشوف هل هي بتخرج بويضات جيدة ولا لا هل مشكلة مشكلة عند الزوج هل في مشكلة في الاخصاب نفسه عدد الاحيانات المنوية اللي بتخصب قد ايه عدد البويضات اللي بتتخصب هل في مشكلة في الانقسام هل في مشكلة في زرعة الاجنة نفسها نشوف ايه السبب وفي بعض الاحيان بعد ما بنعمل كل اللي احنا بنقول عليها ده ممكن ما اكتشفش فيه سبب لعدم حدوث الحمل لان هي بتبقى نسبة في الاخر خالص لكن انا انصح طبعا انها تتجه الى موضوع الاخصاب المساعد تخش موضوع الاطفال الانبياء والحق ليه مرة تانية وربنا يوفقها ان شاء الله نرجع تاني لموضوع الحلقة بتاعتنا موضوع طبعا مهم جدا موضوع البطانة المهاجرة لان كتير جدا من الناس ما يعرفهوش وماعرفوش تشخيصاته ازاي وماعرفوش ازاي ان احنا بنشتغل عليه ويعرفوش اخر الابحاث اللي بتقدم فيه طبعا لازم نبقى عارفين ان الجولد ستاندرد للتشخيص هو المنزار يعني بعد كل اللي احنا بنقوله وسيدة بتعاني من الام شديدة من تأخر من الحاجات دي كلها عشان نقدر ان احنا نقول مية في المية ان ده مرض البطانة المهاجرة لازم احنا نعمل منزار المنزار دوت هو بيبين لنا حاجات كتير اول حاجة هو بيبين لنا ازاي كان فيه سبوتس عاد في بعض الاحيان بيبقى فيه سبوتس الاندومتريوز اسكدوات مش ممكن احنا نشوفها لا بالسنار ولا ممكن احنا نشوفها عن طريق الفحص اللي بنعمله ما ندرش نحسها عن طريق الفحص فبالتالي اللي بيوريها لنا اكتر حاجة هو المنزار ممكن يكون السيدة عندها مرض الاندومتريوز موجود في الميبيد فبالتالي الكيس الدامة ويدود بندر ان احنا نعالجه في نفس الوقت ازاي بنقدر ان نعالجه بالذات لو احنا كنا دخلين وعارفين ان السيدة عندها الكيس الدامة ويدود حجمه اكتر من ثلاثة سنتي لان لو حجمه اكتر من ثلاثة سنتي لا يمكن ان هيتحل موضوع الالم اللي هو بيجي للسيدة دي تقيلها عن طريق استقصاله يعني احنا مهما هنعمل هندي ادوية اي حاجة من الحاجات دي كلها هيفضل الالم موجودة يبقى لابد لو اكتر من ثلاثة سنتي لو مثلا احنا ساعات بنشوف اندومتريوز دي توصل لعشر سنتي وخمستاشر سنتي فبالتالي لازم علشان خاطر نعالج الالام الشديدة اللي موجودة في الحود ان احنا نستقص الكيس الشوكريت سيست اللي موجود دوت وبنحاول دايما احنا كطباء خصوبة بالذات نحنا نحاول نحافظ على الميبيت بقدر الامكان اللي نحنا دايما بالنسبة لنا بنقول دايما الميبيت ده لان ممكن بعد كده تحتاج الميبيت دوت ان احنا يحصل حمل بطريقة طبيعية او نحنا ندي تنشيطات للطبيع عشان نعمل حمل عن طريق الحالة الميجارية واطفال الانبيه لما بنجي نشخص الاندومتريوز بنديها كذا جريد فيه جريد اللي هو واحد واثنين وثلاثة واربعة الاولاني اللي هو بيكون فيها حاجات منمال الاستيج التاني اللي هو ميلد يعني متوسط الاستيج التالت اللي هو اكتر شوية اللي هو مودرات واستيج اللي هو سيفير دولة الاربعة استيجز اللي عندنا والطبيب بيقولها بيقولها هي عندها الانستيج طيب احنا معانا فاصل قصير ثم نعود بعد الفاصل ها زي المشاهدين مرة اخرى مع برنامج العيلة وكنا النهاردة بنتكلم على موضوع البطانة المهاجرة وقلنا عارضها ايه وقلنا الالام الشديدة اللي بتصاحب الدورة والالام اللي هي موجودة في الحوت والشهر وقلنا ان هي ممكن انها تبريزنت عند بعض السيدات بان هما بيجوا في تأخر في الحمل وقلنا ان الاهم حاجة عشان تشخصها هو المنزار البطن منزار البطن الجراحي وقلنا بقى سبل الالاج اللي احنا بنعليها طبعا هي لما بنيدي لما احنا قلنا ان هي هرمونا الديبندت يعني كل الهرمونات هي بالديبندت على الهرمونات اللي بتفرز من المي بيض على شخص تكبر الخلايا اللي موجودة خارج الرحم في الاشياء البريتوني بتكبر عن طريق الخلايا عن طريق الهرمونات الاستجابة للهرمونات فاحنا لو قلنا الهرمونات ديت ممكن ان احنا نقضي على مرض البطن المهاجرة فاحنا جربنا الاول ان احنا نقضي الرأس من الحمل في بقى حاجة كويسة جدا بتتاخد هرمون البروجسترون اللي موجود هرمون البروجسترون اللي موجود دوت بيساعد جامد جدا على ان احنا هو غالبا بتكون بتعتمد على الاسروجين عشان تجبر فبالتالي لو ادينا هرمون البروجسترون لفترات طويلة ممكن احنا نوقف نمو الاندومتريوزيز وبالتالي نساعد نريليف البين اللي موجود في المشكلة كلها ان في خطأ موجود او في تفكير موجود عند بعض السيدات اللي هم عايزين يحمله وبيقتنعوا بحاجات غير صحيحة يعني ايه لو السيدة عايزة تحمل غير طبيعي ان احنا ندي لها ادوية علشان خاطر نقضي على مدر الاندومتريوز لان كل الادوية اللي احنا بنحاول نوقف بيها انتشار مرض الاندومتريوز بتمنع الحمل يعني لو ادينا البروجسترون ادينا رسمان الحمل ادينا اللي هو الجي انا ريتش انالوج لالحونة اللي بتاخد كل 3 شهور او كل 6 شهور الحاجات دي كلها بتتاخد علشان علاج الالم المصاحب للاندومتريوز مش علشان خاطر علاج العقم او تأخر الحمل يعني مفيش حاجة اسمع مثلا تاخد الحونة دي وبعد ما تبطلها هيحصلها حمل الوح ده الكلام ده خاطئ والكلام ده والناس اللي بتاخد دولة لازم يكونوا عارفين ان هم بياخروا علاج العقم عندهم علاج تأخر الحمل يعني في بعض الناس حتى بيجوا بروشتات اطباء كانت بنلوب فيهم ان هم ياخدوا الادوية على الشرقات زي رسمانة الحمل او حاجة وهم عايزين يحملو فهم دولة ملهاش معنا خالص ان هي بتأخر الفترة يعني بدل مسلا ما تحملوها عندها 30 سنة تحملوها بعد سنة لان هي نفس العلاجات اللي هتتاخد عشان خاطر تأخر الحمل هتاخدها مرة تانية فيبقى احنا اتفقنا على ان موضوع تأخر الحمل ليس له علاقة بالألم اللي موجود يعني العلاج ليهم مختلف فبالتالي احنا بنعالج على حسب العرض لو واحدة جاية مش عايزة حمله أصلا وعندها مشاكل عندها مشاكل في ألام شديدة في الحود دي تلدي لها ياما قراص معنا الحمل بتاخدها ياما هرمون البروجسترون ياما الجيانراتش هنلقو فيه دوا جديد اسموفيزان بيتاخد الحاجات دي كلها بتتاخد لكن هي مشكلتها انها بتمنع الحمل طيب احنا معنا مادام حيات مادام حيات تفضلي علو ايوها ازاي اموري بقول لحضرتك دلوقتي الفرق بين بطنط الرحم المهاجرة والورم اللي في اوكي طيب ده سؤال حضرتك عندك سؤال تاني طيب هي طبعا بطنط الرحم المهاجرة زي ما قلنا ديت عبارة عنه التجويف الرحمي بيفرز بيفرز بينه هرمونات بيفرز بينه خلايا بتخرج من التجويف الرحمي تتزرع في مكان تاني غير الرحم وفي ضعب الاحيان داخل الرحم نفسه بس مش في التجويف الرحمي هي ديت اللي بتشابه مرض الاورام اللي فيها دي بتشابه لكن العلاج بتاعهم كمبليتلي مختلف هي القصة كلها ان في بعض الاحيان زي ما انا ذكرت لما كنا بنشوف الصور ان ممكن بطنط المهاجرة بدل ما هي تخرج من التجويف الرحمي وتتزرع داخل العشاء البريتوني ممكن تزرع مثلا في الرحم نفسه فبالتالي بتثير الخلايا اللي حوالين الرحم ويبدأ يتكون خلايا زي فيبرز كده وتتكون حوالين البقرة اللي موجودة وتكون ماس او كتلة الكتلة دي بتشبه الاورام اللي فيها المشكلة كلها ان علاجها بيبقى صعب جدا صعب استقصالها لان هي لو هي موجودة هي مش بتضر قوي زي الاورام اللي فيها الاورام اللي فيها بيبقى فيها ليها كابسول وبيقى عملية الجراحية ليها سهلة جدا انها تتعمل ان احنا بنخش بنشيل الكابسول دي بنفتع الكابسول وتشال ورا من ليه بطريقة سهلة جدا لو البقرة اللي موجودة دي هي مرض الاندومتريوز اولا بتسبب الام شديدة جدا وقت الدورة واستقصالها بيكون صعب جدا فبعض الاحيان احنا لو لقناها حاجات بسيطة ما بيتمش استقصالها وبنسيبها لكن لو هي مثلا طبعا دخل على التجويف الرحمي او بتسبب الام شديدة لابد ان طبيب زومة هارة يعني خاصة جدا جدا هو اللي يقوم باستقصال الاندومتريوز اللي موجودة دي وريسنت لي حتى بيتتعمل في بعض الاحيان بالمناظير الجراحية علاجها طبعا هو على حسب هي البرزنتيشن ايه هو بنعتمد على العلاج لو هي مش بسببها اي مشاكل سواء الورم اللي فيه او سواء البطانة المهاجرة ما بنعالجهش بنسيبه من غير علاج لكن هي طبعا التشخيص بتاعهم ببقى عن طريق السونار المهبالي بنقدر نعرف اذا كان دوت مرض بنشوف طبعا بنقدر نشوف الكابسول الموجودة بنقدر نعرف ولو ان في بعض الاحيان برضو لما بنشك بنختشفها وقت العملية وده نادرا ما بيحدث نرجع تاني للموضوع بتاعنا موضوع الاندومتريوز وقلنا طرق العلاج ايه وقلنا ازاي ان احنا ما نتلخبطش ما بين البرزنتيشنز اللي السيدة جاية بيهم يعني زي هي جاية عايزة تعالج ايه احنا هنعالجها ما هواش ان احنا بندي دواء سحري لكل السيدات ان هو يعالجهم لان هو فيش حاجة اسمها ان احنا هنقضي على البطانة المهاجرة تماما ولو ان احنا لاحظنا ان هي وقت الحمل يعني من ضمن الحاجات اللي انا بقولها دايما للسيدات هي بقولهم ان هي جاية بتاعاني من قلم شديدة في الحود وعندها مرض الاندومتريوز عندها ميس كونسبت ان احنا لازم نعالج مرض الاندومتريوز الاول وبعد كده هيحصل الحمل هي القصة كلها ان الحمل نفسه هيعالج الاندومتريوز لان الحمل هيعالجها فترة طبعا فاحنا احسن لو هي بتركز على ان يحصل حمله وهي الحمل متأخر عندها زي ما قلنا اول بريزنتيشن لمرض الاندومتريوز هو تأخر في الحمل زائد وجود الام شديدة في الحوت هي هتلاقيها اول ما بيحصل حمل هتعيش احلى لحظات حياتها لان انا شفت سيدات كتيرة قوي اللي هم عندهم جريد سري وجريد فور الاندومتريوز اللي هو الاندومتريوز متقدم جدا عندهم بيعانوا من الام شديدة طوال الشهر بيبقى الحمل بالنسبة لهم دوت احلى فترات عمرهم كتير اوي السيدات هم بيعانوا من الحمل من الترجيع من الام في الحوت شوية من الام في الظهر الحقيقة دي كلها مرضى الاندومتريوز اللي هم كانوا بيعانوا قبل كده من الام شديدة في الحوت هيبقى بالنسبة لهم فترة الحمل ديت مع الهرمون البروجسترون اللي بيخرج دوت فبيقلل نشاط الغدد اللي موجودة فبالتالي بيقدر فترة أغلبيتها من غير ألام خالص فبتقولك ده أحلى فترات الحياة كانت وقت الحمل الفكرة دية هي دية اللي جات منها إن إحنا لما بنيجي نعالجهم بعد طبعا ما بيحصل حمله وبيخلفه في بعض الأحيان طبعا بنحتاج إن إحنا نعمل أطفال الأنبيب أو الحقن المجهري جاي حاجة شائعة جدا إن أطفال الأنبيب أو الحقن المجهري نسبتهم قليلة مع مرض الإندومتريوس هو القصة كلها إن إحنا ساعات بنضطر نعمل حقن المجهري لأن لو إحنا لقينا جريد سري أو جريد فور ولقينا التساقات شديدة حوالي قنوات فالوب لازم نعمل حقن المجهري أفضل من تسليك الأنبيب إحنا معنا اتصال مادام سلمة تفضلي يا مادام سلمة مادام سلمة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزيكا مادام سلمة هلو أمور يا فن لو سمحت طب اللي بياخد برشان مسكن أيوة كتفان يعني ماشي إيه اللي بيحسن بتخديل إيه حضرتك مع الدورة الشهرية أه ما فيش مشكلة هو هل بيحسن الألام اللي موجودة وقت الدورة أيوة بس يعني هو بيكون مسكن للألم مش أكثر أيوة أي مشاكل لا سؤال حضرتك إيه يعني هل هو في مشاكل من الاستعمال المسكنات أصدك أيوة يعني هي بتيجي بمغص شديد أوكي على طول هل في مغص ما بين الدورة والدورة أو لوقت الدورة بس لا فوقتها بس أوكي طيب هو السؤال دوت مهم جدا هو أول حاجة احنا بنقولها أنها ممكن تاخد المسكنات طبعا لو ما فيش كونترا انديكيشنز لها يعني لو هي ما عندهاش قرحة في المعدة ما عندهاش أي حاجة ممكن تاخد المسكنات بونستان كتفان أي حاجة ممكن تاخدها ما فيش مشاكل خالص لو هي وكتير أوي احنا بنقول أغلى بيت يعني خمسة إلى عشر في المية ممكن أن هما من السيدات بيجي لهم ألام شديدة وقت الدورة بتقدر أنها تخليهم يعودوا في البيت حتى وقلنا أن دي ممكن ما بقاش ليها علاقة بمرض الاندومتريوزز يعني ممكن تبقى مرض الاندومتريوزز ممكن ما بقاش ليها علاقة بنقدر أن احنا لو هي برايمير ديسمنورية وبيجي لها ألام شديدة وقت الدورة وبيعالجها لمسكنات ما فيش مشكلة لكن فيه سر بقى حلو قوي لازم نعرفها وحاجة تعرفها لو عايزة أن الألام الشديدة في الدورة لو بجي لها كل دورة عايزة أن الألام دي تخف جدا أنها تبدأ تاخد أدوية المسكنات ديت أول ما تحسن دورة جاي وتاخدها بطريقة ريجلور يعني تاخدها قبل الدورة ما تجي لها وتبدأ تاخدها ريجلور مثلا كل 8 ساعات قرصة وقرصين طول فترة الدورة ما هي موجودة عندها provided أنه ما عنداش أي ما فيش حاجة عوارد تمنع أنها تاخد رأس ديت رأس المسكنات نرجع تاني لموضوعنا وكنا نتكلم على العلاج بتاع المرض البطانة المهاجرة وقلنا في آخر حاجة إزاي الحقن المجهري كوسيلة لعلاج البطانة الرحمة المهاجرة هي مش وسيلة لعلاج البطانة الرحمة المهاجرة هي وسيلة لحدوث الحامل مع وجود البطانة الرحمة المهاجرة لأن أكتر عرض نكتشفه في بعض الأحيان هو أن السيدة مش قادرة تحمل لو احنا ما قدرناش طبعا لو كانت سن سيدة كبير لو كانت التساقات موجودة من الدرجة الثالثة أو من الدرجة الرابعة مع وجود تكاوزات دموية أكياس دموية على المبيض يبقى أفضل شيء أنها تعمل الحقن المجهري تعمل الحقن المجهري دوت إزاي؟ أول حاجة احنا قلنا لازم يحصل دايما لما بنعمل الحقن المجهري لازم بنعمل داون ريجليشن بنديلها فترة طويلة للداون ريجليشن الأول وبنعملها الحقن المجهري وغالبا السيدات دولة لو كانت سنهم زغير بيحصل حمل وبيبقى فترة حدوث الحمل دي تبقى أفضل فترة عند السيدة بكده أن أصل لاختام حاليتنا النهاردة ونلتقي بكم الأربعة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر